عقدا بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضر موت الساحل بالمكلة اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور محمد الجمحيل مدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان بحضر موت وبحضور كل من الدكتورة فائزة العمودي نائب المدير العام للشؤون الطبية والعلاجية وابطالة مرعي بن طالب نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية الصحية واستعرض الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بآخر مستجدات الوضع الوبائي للكوليرا والديفتيريا بمدريات المحافظة وذلك بعد ظهور حالات مرضية مؤكدة ومشتبهة ومناقشة ما تم انجازه من الاحتياجات الملحة في مراكز المعالجة وزوايا الأروقة وشدد الاجتماع على ضرورة رفع خطة علاجية للمنظمات الداعمة لمواجهة الوباء في عموم مدريات المحافظة اشتركوا في القناة